سبحان الله بقسم بالله زانت أموري كلها بسي ما أقولك زانت زانت شوف أنا مره على اليوم حلو اليوم هذا من أشنع أيام أقول لكم من أشنع الأيام مرت مرت أيام شريعة لكن مثل اليوم ذاك نحس ما مره طلعت من الديرة أنا كنت بالنشيفة انشيفة والوجه بينها كانت تقريبا 180 كيلو حلو؟ حلو أنا كنت كانت الوالدة وهالي كلهم كانوا بالوجه وانا كنت بالنشيفة ورمضان كذا تعرف يوم لك عزوبي يا وعد فطورك حزين فطورك حزين أرفت حزين والله فطورك حزين تعمر وماء وبعدين عاد تسوي لك كبسة هذا النظام كان مدير أنا كنت عزوبي 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 بدير ما في غير أنا وواحد إخواني وعامل المزرعة ما في غيرهم كلهم بالوجه 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 ما رأي عزوبي بالوجه لا 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 أيوة على المهم كذا قالوا لأخواني قالوا تعال طبعا ما في جوالات وقتها ما في غير شركة واحدة مبايلي التي كانت تشتغل عندنا وتشتغل المناطق مائينة بعد يعني يا عشان صدق والله أيوة والله زمان أرش لازم تطلع فوق الجبه لا ديارة أخذ ديارة بعيدة ما كان فيها تغطيها كانت ماشية أيوة تغطيها كانت ماشية حلو الزبدة والله قلت يا والد أنا دائمني رايحا للوجه أبو أحضر الفطور عند أمي فمتى وقت لها طلعت لك قبل الفطور بساعتين ساعة ونصف كذا فطور ومتى تشتغل لا تقريب أن عن طنعة العصر الساعة سبعة ونصف سبعة ونصف كذا فطور رمضان أيه رمضان حلو أبغى فطور برمضان كلام ذلك برمضان ترى أنا أحس بأنك تتشعب لا 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 الآن استوعبت أيوة لا لا فطور رمضان ما هو فطور يوو كالضيقة أيوة الآن شلتهم ماشية يوم أنك كنت في نجايفة يوم أنك تفطرت عمر أيوة حجنة أيوة عرفت كيك يلا دبر عمرك بأي شيء رافي الله يعزك والله أطلع لك يا طامر والسلامة العصرية عندنا الشخص حق الواد رحمة الله شخص كدير كده لا أعرف أيوة يوم أنت صفت المسافة حلو وهي خرب علي يوو ألمور طيبة لحد الآن ألمور طيبة لحد الآن وأنا وقف أصفت أعجب أشيك عليه شوف شو المور قالت فت بالطريق ما في أحد عقيد ووقت فطور ووقت فطور ما بقى شيء باقي عند ساعة ساعة أنا الفطور والطريق أصلاً ما يجون الناس كثير وانتظر أحد شغلة شغلة الخط اللي أنت فيه ما فيه اتصال ولا شيء ولا اتصال ولا شيء عرفت ما أخذت معي الكامير حتى ولا معي ولا شيء والله أسوأ قرار اتخذته أني ما أخذت معي شيء ودق لكسلف للسيارة وتعلي تشتغل ياو غلد وأنا تكي وتكي أيوة طبعاً مرت أول شيء مرت دينتهي عرفت واحد عرفت بعزة نفس شوي عرفت بعزة نفس شوي عرفت بعزة نفس شوي ما أعطاني واجه الثاني قلت والله ما شد وكذا أخذتني بعزة نفس قلت يجون يجون هنا كذا ما هذا يجون يجون أحد ويساعدك خلت أجزت النفس أي خلت أجزت النفس تنفعك أيوة أيوة المهم ما لك بالطويلة ما لك بأمبغاء في صارت حزات طبعاً كثيرة لكن ما لك بالطويلة أقرب محطة من عندي يمكن كانت مسافة خمسين كيلو والله أربعين كيلو أيو والله ما لك بالطويلة أن المحطة هذه وصلتها بشكل أنفس ودخلت المحطة تدري ساعة كم كم ساعة داشة ونص ياوه أقسم بالله أني داخلاً عليهم وفيه كانوا وراهم زي الغرفة مسؤونهم غرفة يتابعون باب الحارة لا أكل لا أكل ولا شيء وانت رايح الناس يتابعون باب الحارة أيوة طبعاً ترى الموضوع ليس هنا دخلت على البقارة أخذ لك في طائرة أخذ لك الدنيا أخذ لك موية أشرب الدنيا أبو صح صح أكلت بعد ما أكلت وعينت من الله خير أولت فتا عامل قلت له أعطني جوارك أبو أتصل على أخواني والعامل يعيلي أعطني جوار يا مسلم يا ابن الحلال قال لي لا لا أعطيك جوار أخر شيء أردت لك الفلوس أليمية أظهر كلها أخذ بسكار أعطني أكلم أعطيني جوار ويعطيني جوار الجوار الشاركته ليس نفس الشاركتي الشاركته هي التي تتصل بنفس المكان موضوع صعب أتصل لك على أخواني قالوا لي اسمها واحد من أرحامي جاء قال يطالع من وين؟ طالع من وجه راح نوين راح نشافه قال وخل السيارة هناك وانتظر اللي ما يجيك واطلع معه ورجعت الدينة قلت اوكي وانتظر لين الساعة ثانتين وليجيني غري الساعة ثانتين ويركب لك معه ويروح لك نشافه طبعاً رجعت نشافه رجعت نشافه مرح تلوجه مرح تلوجه مرح تلوجه حتى هذه مرح تلوجه وصلت لشافه تمام؟ شوية واحد من أخواني أخواني اللي كان موجود هناك قال يا وعد في فلان طالع اليوم للوجه الصباح بصوتها فجر هي بيصلي ويطلع قلت ارجع معه وانا رجع مرة ثانية وارجع مرة ثانية وانت شافه للوجه وصلتها الوجه يمكن الساعة الثمانية الصباح أتفاقنا؟ حاولا لزل شنطتي واجه أخواني 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 وقتها قبل المنع كان في موسم قنص الطيور نعم الصباحيات الشباب عندنا يأخذونا الهوائية ويروحوا لهم زارع قنص طيور حاولا قال لي يا والد اسمع أخواني قلت يا رجال أنا جاريلي أمس يوم يوم شنية واش راح له قلت صار لي كذا صار لي قال لي يا رجال اسمع ما لك إلا الساعة تسعة ونصف وأنت بالبيت قلت متأكد قال لي متأكد يا وعدواني أنها فرصة وخيانا مبطي عنهم ولي فات ربط ديره قلت يا رجال معك أروح معهم وندخل لك بيت وندخل لك بوادي ونغرز لك تغريزة ما لك بطويلة ما طلعنا منها غير الساعة ثانتين الظهر ليه لا رحت قسم من بيات عد الوجه رطوبة ليه رحت رطوبة وحر الساحل شؤال الوحيد ليه رحت مدري مدري القرادة القرادة قسم من بالله نتذكر تخيل نكون على الساحة داعش أضحر شمس واللي مع هليكس ما فيهم كيف حلو قسم من بالله ما فيهم كيف يا أخي عشان أبران وعشان كذا تعرف الرجال قسم من بالله ما فيهم كيف إني جالس بالمرتبة اللي وراء حلو منسدح واحد يا الله مع صيني صحن كذا يحب علي ميت ميت أقول لهم يا رجال أنا ماذا جابني أنا ماذا جابني معكم وماذا رجعت بيتكم رجعت بيتنا ما هو رجعت بيتنا رجعت الوجه طبعاً نحنا رحنا نترمس بعيدة الوجه رجعت الوجه الساعة الثانتين الضهر قسم عن بيات الله وقفنا عن دول بقالة أن يركض وعلي قالوا صايمين صايمين قلت يا رجال أنت ملي صايمين يا رجال أنا جاريلي حالاً أنصلاً أنت مسافر مية ثمانية كيلو أنا مسافر أنا مسافر مسافر ومنقرد وحالتي حالة ودخل الكلب قال الله شتري لك عصير شتري لك ماء وارجع لك البيت حالتي قال شخص يا رجال قسم بالله قمت متى بعدها بيومين والله عظيمة توقع أنك قمت بعدها بيومين لكن قسم بالله أنها أداك من أسوأ إلى أيام اللي مرت عليك شوف أنا ذكرت شيء يعني النهاية حلوة يعني النهاية حلوة